السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة رمضان كريم وكل عام وانتنا بخير اخواتنا الفاضلات بعضهن يرغبن في الذهاب الى المسجد لشهد بيسرة الترويح والحصول على دعوة الخير مع المؤمنين فتذهب الى المسجد ولكن عندها التزامات هل يجوز للمرأة ان تذهب الى المسجد رغم التزاماتها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع اماء الله مساجد الله المرأة بعض مشهد الجامع في الليل مع العشاء او الفجر وكات الرفقة امينة لها ان تذهب الى بيت الله لشهود الصلاة ودعوة المسلمين لكن بعض النساء عندهن اطفال فتضطر لاخذ اطفالها معها هذه سنة حميدة اندي معي ولدة الجامع باش يتعلموا من دباء الصالة والعبادة الا ان نلاحظ ان بعض النساء كدخل هي الجامع وكتخلي ولدتها كيلعبوا وكيجريوا وكيرفوا اصوتهم فيؤذون المصلين والمصليات وهذا لا ينبغي ان يكون اما ان اخذ معي ابني او ابنتي يكون قريب مني وانا حاضي وكان ربي وكان نصحو كان افضل اما ان اتركه هنا وهناك يلعب ويرتع ويحضي الضجيج في المسجد ويزعج المصلين ويضيع خشعهم هدفه ضرر هندك ساعة المرأة لها ان تصلي في بيتها لان المرأة ليس واجبا عليها ان تصلي مع الجماعة المرأة يمكن ان تصلي في بيتها ولها نفس الاجر والتواب بابن الله تعالى وتقبل الله جميعا من اخواتنا الفاضلات رمضان كريم وكل عام وانتنا بخير اخواتنا الفاضلات بعضهن يرغبن في الذهاب الى المسجد لشهد قصرة الترويح والحصول على دعوة الخير مع المؤمنين فتذهبوا الى المسجد ولكن عندها التزامات هل يجوز للمرأة ان تذهب الى المسجد رغم التزاماتها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع اماء الله مساجد الله المرأة بعض المسجد الجامع في الليل مع العشاء او الفجر وكانت الرفقة امينة لها ان تذهب الى بيت الله لشهود الصلاة ودعوة المسلمين لكن بعض النساء عندهن اطفال فتضطروا لاخذ اطفالها معها هديسونا حميدة اندي معي ولدة الجامع باش يتعلموا من دباء الصلاة والعبادة الا ان نلاحظ ان بعض النساء كندخل هي الجامع وكتخلي ولدتها كيلعبوا وكيجريوا وكيرفوا اصواتهم فيؤذون المصلين والمصليات وهذا لا ينبغي ان يكون اما ان اخذ معي ابني او ابنتي يكون قريب مني وانا حاضي وكان ربي وكان نصحو كان افضل اما ان اتركه هنا وهناك يلعب ويرتع ويحضي الضجيج في المسجد ويزعج المصلين ويضيع خشوعهم هذا فيه ضرر هندك الساعة المرأة لها ان تصلي في بيتها لان المرأة ليس واجبا عليها ان تصلي مع الجماعة المرأة يمكن ان تصلي في بيتها ولها نفس الاجر والتواب بابن الله تعالى وتقبل الله جميعا من اخواتنا الفاضلات السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله